أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر من نفحات رمضان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان الليلة القادمة والوقت ينضي بسرعة وقد جعل الله الأيام والليالي خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وخزائنا يستودع فيها الصالحون أعمالهم الصالحة وقد جعل الله الأيام والليالي أفضل من بعض كما يريد سبحانه وتعالى ويشاء والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بالطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد فيها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات هذه مواسم الخير العظيمة هذه العشر العظيمة هذه ليلة ثلاث وعشرين القادمة وما بعدها ولا زلنا في المضمار لا زلنا في مضمار السباق هذه خلاصة رمضان هذه زبدته وهذا تاجه وهذه سوقه العظيمة التي يتنافس فيها الصالحون ويشتهد فيها العابدون ويتحرون فيها تلك الليلة العظيمة التي هي أفضل من ألف شهر اقتذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعظم هذه العشر ويقدر لها قدرها ويعتكف فيها ويشتهد فيها ما لا يشتهد في غيرها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وهكذا كان السلف يعظمون هذه العشر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأهله اهتماما عظيما وكان يوقظ من يطيق القيامة لا يتركه بل يوقظه وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يجود فيها أكثر من غيرها والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها وقد قيل إن هذه العشر أفضل من العشرين مجتمعة وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقد أحرز السلف وقصب السبق في مضمار السباق والتنافس على الخيرات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالبقرة والنساء وآل عمران وكذلك كان الصحابة يطيلون القيامة حتى يعتمدون على العصي من طول القيام والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو قيام الليل حضرا ولا سفرا وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ليت شعري يعني بعض الشباب الذين يجلسون على له لعب حتى لو كان مباحا حتى لو كان مباحا أي غبن وأي نقص وأي خسارة عندما تفوتهم هذه الليالي الفاضلة وبعضهم يقول نذهب على الدعاء فيأتونا الصلاة في آخرها قيام الليل في آخره يقولون نلحق الزبدة وكأن خراص يا أخي ما مضى من القرآن من قيام الليل بالقرآن أفضل من قيام بالدعاء ما مضى من صلاة التراويح والقيام بالقرآن أفضل من الدعاء الذي فيها ذاك كلام الله ولذلك لا تفوت ولا تقول أجي على الأخير ابدأ من أول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وقد وصف الصالحين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الآن زمننا هذا مع الكهرباء وهذه الملهيات صار أكثر الناس لا يهجعون بالليل وقليل من الليل ما يهجعون لكن ماذا يفعلون بالوقت الآخر هذا الفرق بيننا وبينهم وقتاد ينقل عن عامر بن عبد قيس لما بكى عند احتضاره قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ضمأ الهواجر يعني صيام الصيف الطويل وقيام الليل قال الأوزاعي من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة كانوا يحيون الليل صلاة وقرآنا وبكاء كان موضع السجود رطب للدموع إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهر فعلم أنك محروم كبرتك خطيئتك كما قال بعض السلف وهذا الذي كان يقوم وفي رجليه عروق خضر من طول القيام وهذا قالت بنت الجار بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبتي أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل لما مات البنت فقدت الخشبة هو ما كانت خشبة كان منصور وكان بعض السلف يقومون قياما عظيما حتى أن بعضهم كان إذا يعني بعد القيام يتجع على ظهره ويرفع رجليه على الجدار ليرجع الدم من طول القيام يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كان عطاء الخراساني يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته ويقول يا عبد الرحمن يا هشام يا فلان قيام الليل صيام النهار أيسر من لبس الحديد وشرب الصديد وأكل الزقوم النجاء النجاء اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تكتبنا من القانتين المقنطرين يا أرحم الراحمين وإلى فقرتنا القادمة من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد الكشاف في آداب الاعتكاف الاعتكاف هو ملازمة المسجد والإقامة فيه بقصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى ومقصوده عكوف القلب على الله تعالى والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه والتفكر في تحصيل ما يقرب منه وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال الكشاف في آداب الاعتكاف تطبيق هدى وبينات شارك معنا من خلال أرسل سؤالاً المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد المسابقة يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة حمل تطبيق هدى وبينات مجاناً على نظامي أبل وأندرويد أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ومع طلب العلم ننضي وطالب العلم واختلاف العلماء لا أحد يجب اتباعه بذاته وقبول كل أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم وليس أحد من الأمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول بخلاف حديث صحيح فلابد له من عذر إما أنه لا يعتقد صحته وشبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يرى بأنه منسوخ أو أنه لم يصل إليه أصلاً أو أنه يتكلم عن مسألة أخرى غير التي يظن بعض الناس أن النص بصددها وفهم الدليل نفسه يحصل فيه الاختلاف كما يحصل في قضية صحة الحديث فإذا بعض العلماء ما يصل إليه الحديث فإذا قال قولاً يخالف الحديث فعذره أنه لم يصل إليه الحديث أو النص الثاني أنه ما ثبت عنده وثبت عند غيره لأنه الآن السؤال ليش يختلف العلماء ليش يختلف العلماء فإما أن بعضهم قد وصل إليه الدليل والثاني ما وصل وإما أن بعضهم صح عنده الدليل والثاني ما صح عنده وإما أن بعضهم اعتقد أنه منسوخ والآخر يعتقد أنه غير منسوخ بل هو باقي أو بعضهم يفهمه بهذه الطريقة وبعضهم يفهم بهذه الطريقة ولذاك ما يجوز اتباع الجهال ولا أصحاب الشهرة ولا الذين يدعون العلم وليسوا من أهله ولابد من اتباع أهل العلم لأنهم يعرفون صحات الأحاديث اطلعوا أصحاب اطلاع ومعرفة تمييز سقيم الحديث من ضعيفه من صحيحه وقضية الفهم هذه مسألة مهمة لكن طالب العلم الآن كيف يتعامل مع اختلاف العلماء هو يأخذ بفتوى أوثق المفتين في نفسه وأعلمهم لأن قول المفتي بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة للمجتهد فالآن العام لو سمع كلامين مختلفين من شيخين مختلفين يمشي على قناة يسمع كلاما يمشي على قناة ثانية يسمع كلاما آخر أولا لا بد يتأكد أن هذا عالم أم لا فقد يكون أحدهم عالم والآخر ليس بعالم قد يكون أحدهم أعلم من الآخر فيتبع الأعلم ويتبع العالم هذه واحدة وكذلك من سأل وتبين له أن هذا فلان أخشى لله يعني أعلم وأخشى فالخشية الأخشى كلام مرجح أيضا علم وخشية كلام المشتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمشتهدين ولذلك لابد أن يفرق بين طالب العلم وبين العامي وموقف السائل عند الاختلاف أن يختار من هو أقوى علما وأخزر فهما وأخشى لله فيعمل بفتوى لكن طالب العلم ممكن ينظر أي القولين أقرب إلى الدليل وأيهما أقوى في التعليل هذا الكلام هذا الطالب العلم ليس مثل العامي العامي يجب أن يقلد ما عنده حل إلى التقليد ما يجيد النظر في الأدلة ولا يعرف تميز الصحيح من الضعيف ولا يستطيع أن يقول والله هذا القول أقرب إلى الدليل فتوى فلان أقرب إلى الدليل من فتوى فلان تعليل فلان أقوى من تعليل ليس كلهم يستطيع أن يقول هذا ويزن هذا لأن القضية لا بد لها من آليات وليست عقل مجرد يعني بعض الناس يقول طب يا أخي نحن بنفهم عندنا نفهم خلاص أنا طبيب أنا دكتور أنا كذا هي يا أخي القضية ما هي مسألة كما يقول بعض العامة اللوجيك يقول الفتوى اللوجيك خذها لا في عندك اللغة العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث أصول التفسير يعني فيه آلات لقضية الترجيح الفهم ما هي مسألة والله أنا عقلي قبل وأنا عقلي والعامي يعني لو اشتبه يعني مثلا قال يمكن الشيخ ما فهم سؤالي يمكن أنا ما فهمت فتوى والله كلام الشيخ غريب جدا ممكن يسأل غيره عند الاشتباه ما هو يسأل غيره عند الهوى في فرق كبير جدا بين إنك يا أخي المسلم إذا أفتاك شيخ أو سمعت شيخا واستربت في الأمر هل فهم السؤالي ولا ما فهم أجابني عن سؤال آخر هل أنا فهمت فتوى ولا ما فهمت فتوى أنا أنكرت شيئا يعني ما إنكارا عظيما خرص هنا واحد يسأل مثلا عالما آخر شيخا آخر أو نفس الشيخ يستفسر منه زيادة يطلب منه توضيحا هذا ينبغي أن يفعله لكن إذا واحد قال والله أنا سألت شيخ عالم ثقة وفهم سؤالي وفهمت جوابه ولكن الصراحة إنه فتوى شديدة علي يقول لي صم شهرين متتابعين أنا وطئت زوجتي في نهار رمضان رحت سألت شيخ قال لي تستطيع تعتق رقبه قلت من أين ما أجد إلا رقبتي هذه قال صم شهرين متتابعين قلت لعني لازم قال يجب عليك فهذا العام الذي وطئ زوجتها في نهار رمضان قال والله هذه فتوى الشيخ شديدة أصوم شهرين لا 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 سأسأل غيره لعله يعطيني رخصة هذا حرم هذا سؤال حرم لأنه خرص سأل عالي منثقة فهم الشيخ سؤاله وهو فهم الجواب وما عنده مشكلة الآن إلا أن الفتوى ما وافقت هواه بس هذا لا يجوز أن يسأل ويلزمه العمل بكلام من أفتاه أولا أولا ثم من أدوار طلبة العلم كما قلنا أن يدل العام على الأعلم والأوثق وهناك علامات يعرف بها العلماء إخبار الثقات من علماء آخرين أنه هذا عالم ثانيا أن تشاهد هذا العالم يزعن له علماء آخرون ويبجلونه ويقدمونه يعني مثلا الآن لما نسمع مثلا ثناء العلماء مثلا على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا لما نسمع مثلا ثناء العلماء على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مثلا لما نسمع مثلا ثناء العلماء على يعني أي الطاهر بن عاشور مثلا والله لما نسمع ثناء العلماء على ابن عبدين صاحب الحاشية في مذهب أبي حنيفة ابن عبدين الدمشقي مثلا كما أننا نسمع ثناء العلماء على أحمد وابن تيمية على الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك ونسمع كثناء العلماء على غيرهم من الفقهاء ابن عبد البر مثلا ابن القيم ابن كثير الذهبي ابن عبد الهادي ابن رجب كما أننا نسمع الثناء على سعيد مسيب وعلى عطاء بن أبي رباح وعلى يعني العلماء وعلى علماء الصحابة ابن عمر وابن مسعود وعائشة وعلى عبد الله بن عمر وعلى زيد بن ثابت وعلى معاذ بن جبل ونسمع كذلك خلاص هذه الشهرة وهذا الثناء من العلامات لكن ثناء من علماء على علماء أو طلبة العلم على علماء وليس الثناء شاعر صحفي قصصي لا هذا ثناء ما لقيمة هذا شاعر قصصي صحفي يعني ما لقيمة لو طنطنوا حول فلان الفلان يلمعوه ما لقيمة كذلك في قرائن تفيد أنه مثلا هذا عالم مثلا عنده طلاب علم مثلا يدرس متون يعني من قرائن مثلا أنه يدرس متون لأن المتون هذه يعني مثلا يقول له الله هذا الشيخ يدرس عمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار خلاص يعني فيه لا يقوى على تدريسها أي واحد فيه متون ما يقوى على تدريسها أي واحد هذه من قرائن كذلك أن يكون يعني تكون فتوى العالم مقرونة بالأدلة غالبا إذا رأيت فتوى الشيخ مقرونة بالأدلة غالبا هذا من قرائن على علمه كذلك يعني يميز العام أحيانا بين كلام فلان مثلا هو في الفقه ولا كلامه في الوعظ في القصص في الأخبار كلامه في السيرة لأن بعض الناس عنده جودة في عرض السيرة في ناس عندهم جودة في اللغة العربية في ناس عندهم جودة في الوعظ لكن الفقه حلال والحرام هذه تحتاج إلى مهارة خاصة كذلك كون هذا العالم مثلا في الشخص في المجامع الفقهية في لجان الفتوى الموثوقة وَلَا يُعَارِضُهُ الْعُلَمَاءُ الْآخَرُونَ بِكَثْرَةِ يعني قد ينتقد عليه قول قولين بس ليس يعني دائما دائما يقول والله فلان فتوى مثيرة للجدل فلان فتوى مثيرة للجدل نقول من هو الذي يثير الجدل إذا قالوا والله صحفيون ويعني ناس من المشاغبين على المشايخ نقول ما لهم قيمة وإذا كان يعني يطلع واحد يقول حكما فينتقده كثير من أهل العلم ما هو من أهل الصحافة ما هو من أهل القصص والروايات ما هو من الشعراء لا تطلع فتوى من شخص فينتقده كثير من أهل العلم وطلبة العلم عند ذلك نعرف أن هذا مو مؤهل غير مؤهل ففي قراء يستطيع العام الذكي العام الذكي يستطيع أن يتوصل في النهاية من هو العالم الذي يقلده بل بعض العامة ممكن يميز بين فلان الذي يسأل في مسألة في الطهارة والصلاة وفلان الذي يسأل في مسائل تتعلق بالبيوع والاقتصاد وفلان الذي يسأل في مسائل تتعلق بقوانين الدولية الشاهد أنه أيضا فيه تخصصات يعني فيه ناس أعلى من ناس بالتفسير وناس أعلى من ناس بالفرائض ناس أعلى من ناس بالفقه وكذلك فإنه لا يجوز للسائل أن ينتقي من أقوال العلماء على حسب ما يشتهي والله قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وفي فرق بين الدين يسر وبين نأخذ بالهوى الدين يسر يعني الله ما كلفنا بشي فوق طاقتنا حتى الصيام هذا ألسنا نطيقه؟ موصمنا والحمد لله وقدرنا على الصيام والمريض له حكم هذا الدين يسر بس ما هو معنى الدين يسر أني أنا أجي في مسألة أستعرض أقوال العلماء يجوز ما يجوز؟ يكره؟ لا أنا أخذ يجوز أنا أنا مع هذا أنا هذا أبو يجوز هذا أنا معه ولذلك الدين ما هو بالهوى؟ أصلا الدين جاءنا لنربي أنفسنا على مقاومة الهوى ما هو على اتباع الهوى؟ ولذلك قالوا لا يجوز تتبع رخص العلماء يعني بمعنى الرخصة التي خالف فيها العالم بقية العلماء ومن تتبع الرخص وزلات المشتهدين رق دينه بل خرج من دينه وتأمل لو اتبعوا قول فلان في المتعة وقول فلان في النبيذ وقول فلان في الغناء وقول فلان في تفضيل علي على الشيخين وقول فلان إيش رح تكون النتيجة؟ ولذلك العامي يستدل على أوثق واحد ويسأله ويعمل بكلامه وخلصنا إذا سأل أهل الذكر انتهينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكذلك فإن الإنسان لا يجوز أن يستفتي عالما آخر إذا استفتى عالما ثقة كما يقول الشيخ بن عثمين لأن هذا يؤدي للتلاعب بدين الله ويؤدي لتتبع الرخص وفتح الأبواب فتح الأبواب للعبث بالدين يعبث بدينه شخصيا وإذا نقل الكلام الآن في الواتس آب وغيره مجال عظيم لنقل الكلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الأمين إلى فقرتنا التالية سل المضيق عن الأبطال إذ عبروا تاريخهم لذوي الألباب معتبروا لله درهم نور الهدى حملوا والعدل بين عباد الله قد نشروا مدينة طوليتلا مدينة أندلسية ذات تاريخ عربي إسلامي عريق تبعد طوليتلا نحو 75 كم من مدريد وعرفت طوليتلا في التاريخ القديم بإسم توليتم واستولى عليها الرومان وأصبحت بعد ذلك مستعمرة رومانية ثم صارت عاصمة لإسبانيا الرومانية إلى أن استولى عليها القوط الغربيون واتخذوها عاصمة لدولتهم وظلوا يحكمونها حتى الفتح الإسلامي لها على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهم الله تعالى في العام 92 من الهجرة وكانت بعد الفتح الإسلامي للأندلس من أعظم وأهم القواعد الأندلسية وفي الخلافة الأموية للأندلس كانت قرطبة حاضرة الدولة وكانت طليطلة تابعة لها وهي الآن إحدى مدن إسبانيا وتسمى توليدو لكن قل شأنها في العصور الحديثة وما زال بها بعض المعالم التاريخية المتمثلة في بقايا الأسوار التي ترجع إلى العصر الروماني ومجرى المياه والقنطرة الحجرية التي أقامها المنصور ابن أبي عامر والتي تعرف الآن باسم الكانترا ومبنى الكازار أي القصر إلى جانب عدد من الكنائس التي كانت مساجد ثم حولها النصارى إلى كنائس ومن أشهر علماء طليطلة عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الإمام فقيه الأندلس ومفتيها في عصره وأحد علمائها المشهورين كان من أوعية الفقه وكانت الفتية تدور عليه بالأندلس لا يتقدمه أحد كان صالحا ورعا عابدا قال ابن وضاح هو الذي علم أهل الأندلس الفقه ومن أشهر علمائها أيضا ابن الزرقالة إبراهيم بن يحيا أبو إسحاق فلكي أندلسي من أهل طليطلة قال ابن الأبار كان واحد عصره في علم العدد والرصد وحساب حركة الكواكب ولم تأتي الأندلس بمثله من حين فتحها المسلمون إلى وقتنا هذا ومن علمائها ابن عيشون محمد بن عبد الله الإمام الفقيه المالكي من كبار المالكية في عصره كان حافظا لمذهب مالك عالما بالفتية من أهل الصلاح والخير ابن ميمون أحمد بن محمد أبا جعفر الإمام الحافظ كان من أهل العلم والفهم حافظا للفقه رواية للحديث ذا أخلاق وآداب مع الزهد والوراء كانت كتبه وكتب صاحبه ابن شنظير أصح كتب بطليطلة حياكم الله قبل أن نأخذ أي سؤال لابد أن نجيب عن الأسئلة السابقة يقول السؤال تغطية الوجه أمام إخوة الزوج وأن تجد صعوبة طبعا إخوة الزوج أجانب رجال أجانب الحم والموت ما في خلوة ولا مصافحة ولا تكشف عليه إذا صار شيء مفاجئ دخل فجأة ما انتبه هذا معفو عنه الله يعفو عن الخطأ دخل بالخطأ لكنها تشتهد وإذا تدعو الله أن يرزقها وزوجها بيتا منفصلا بحيث تنتقل إليه صبغ الشعر باللون الأشقر أو بالميش لا بأس بذلك العمل في شركات تؤمن على الموظفين أيضا لا بأس بذلك هم يتحملون المسؤولية شيك ما صرفه من ثلاث سنوات والمال موجود وحتى لو بطل الشيك يعطونه بدلا منه إذن هذا كالمال الذي في جيبك فعليك الزكاة عليك الزكاة فيه الزوجة في الشهر التاسع ما صامت تقضي فقط معذورة في ذلك معذورة وساوس كثيرة في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الصلاة يقول عنده جدته وخالته وأخوه الأخ الفقير والخالة الفقيرة يجوز إعطانه من الزكاة الجدة لا لأن الجدة أنت مكلف منها فقط يا شرعا إذا ما عندها هل الأم تمنع أولادها من المرور أمامها؟ الأم تمنع أولادها من المرور بينه وبينه سترة وإذا مر واحد من هالأولاد الصغار رغما عنها ما انتبهت ما عليها شيء ولا تنقطع صلاة ما تبطل صلاتها ما تبطل بس لا يترك الإنسان الناس يمرون بين يديه إذا كان منفردا أو إماما أما المأموم سترة سترة من خلفه لو واحد مر بين الصفوف في صلاة الجماعة ما يقع شيء على صلاة المأمومين لكن يمر بينك وبين سترتك وأنت منفرد أو إمام لا أجر زوجها عمارة مرهونة عليه الزكاة إذا كان الأجرة بقي منها نصاب وحال عليه الحول كون عليه دين كون مرهونة لا يمنع من الزكاة لأنه الفلوس تأتيه يقبضها صارت في حوزته حتى لو عليه دين تسافر أسبوع أو أسبوعين إذا كان نوت الإقامة في بلد أكثر أربع أيام فإنها تتم الصلاة حديث من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصيب وفاقة ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل هذه السورة وعظمها وعظمها طيب الآن نبدأ في أسئلة هذه الحلقة الأخ علي من الجزائر تفضل السلام عليكم فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نفهم من مثل وثلاث ورباع أو ما ملكة أيمانكم أيها يعني المقصود بهذا الشيء وإش ده يعني إش تفسير المقصود صحيح طيب تبه تفسير الآية يعني تفسير الآية المفهوم صحيح مخدى وثلاث ورباع أو ما ملكة أيمانكم يعني واحد ثلاثة أبعة أو سبعة لا لا هو الآية تبيح للرجل أن يتزوج ثنتين وثلاثة وأربعة وإذا خاف أن لا يعدل واحدة يعني هي المفهوم واحد ثلاثة أربعة أيها وليس لأن بعض المبتدعي إش قالوا مثنا وثلاث صاروا خمسة وأربعة صاروا تسعة فأجازوا زواج تسعة فهؤلاء مبتدع وليس لهم في الدين فقه ونصيب شايف فالله لما قال يعني أنا أقول لك لو الشرع يسمح لنا بتسع ليس من البلاغة أن يقول تزوج ثنين وثلاثة وأربعة يعني يقصد تسعة يعني أنا الآن لو أريد أن أعطيك عشر ريال أو أردت أنا أردت أن أتكلم باللغة العربية الفصحة وأقول أعطيتك عشرة طيب لا يصح في اللغة الفصحة أن أقول أعطيتك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأقول لك يلا جمعها واحد وثنين وثلاثة وثلاثة ستة وأربعة هذا غير فصيح اطلاقا ولذلك لمقال مثنى وثلاثة ورباع أباح لهم زوجتين وثلاثة أو ثلاثة أو أربعة واضح مبارك مبارك ناصف سيخ 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 أيوه الإختلاط في الحرم ما بين النساء ورجال أيوه سيخ بدون قص يعني لازم تحتكت مرأة وشيء من هذا القبيل أيوه ما الفقم به هذا هذا اضطراري يا أخي هذا اضطراري لا مفر منه اضطراري أيوه اضطراري يعني هو يجب على يجب على القائمين على الحرم أن ينظموا الأمر ويمنعوا قدر الإمكان يضعوا مصليات للنساء مكان للرجال مكان للنساء في الصلاة أحيانا ينظموا في الطواف إذا ما كان زحام شديد لكن في بعض الأحيان مع الزحام الشديد عند المداخل والمخارج يعني أحيانا في أبواب للنساء بس في بعض الأماكن الأخرى لا يتسنى الفصل هذا اضطراري فهذا جائز للاضطرار وبعدين لن يطول خلاص لن يطول ومثل اختلاط في الشركات مبرمج وممنهج وغير اضطراري ومستمر نعم الله يحييك الأخ مهدي من المغرب تفضل السلام عليكم يا شايف عليكم السلام وطيب بركاته والله إني أحبك في الله حبك الله جزاك الله خيرا أفكني في أمري في ثلاث أسئلة نعم الأول من الأولى بالنفقة على أمه هل الدكور أم الإناث علما أن البعض منهم ميسر والبعض الآخر مؤسر السؤال الثاني يعني هذه المرأة ما لها زوج لا ما لها زوج تمام تمام السؤال الثاني السؤال الثاني بقيت حبة من بقايا الطعام في شامي وبعد أدان الصبح وأنا قائم أصلي ابتلأتها بدون قلب هل أعتبر مفتراً عن تخطر غير عن ليس عليك شيء هذا شيء حصل رغماً عنك فليس عصيامك صحيح الثالث السؤال الثالث أعمل في مكتب واضطررت لأخذ مال قدره عشرون ألف درهم بدون علم مشغل ولكن كنت أرجع شهرياً بعد ذلك مبلغاً قدره ألف ومئة درهم دائماً بدون علم مشغل كنت أرجع دائماً لمبلغ قدره ألف ومئة درهم ثم انقطعت عن العمل نظراً لعدة مشاكل وبقيت في دمتي خمسة عشر ألف درهم ماذا أفعل الآن يا شايف مجددكم الله الخير حياك الله الأخت نورة من فرستين نعم أعطيك العافية يا شيخ لو سمحت حياك الله تفضلي أنا لو سمحت من دول إحتياج الخاص بدي أسأل بالنسبة للصلاة يا أبو الله يا شيخ لأنه مرات يعني بسبب الألم من الجسم لو صدعت يعني مختصر يعني صلاة العشاء خاصة يعني هل علي شيء منها صلاة العشاء هل عليك شيء وأنا بصل للترويخ أيوة بصل للترويخ بسبب يعني 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 رقعات محدودات مش كثير طيب 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 بكون علي شيء يعني يجاوز لنسمح طيب طيب طبعا يعني جوابا للأخت ما أدري هل يتوفر الاتصالات تستمر أم لا لكن عليها أن تتقي الله ما استطاعت فتصلي الفرضة كاملا ولا يشترط أن تطيل في القراءة ولا تطيل في الركوع والسجود لو أتت بقدر الواجب يكفي يعني لو آلمها أن تكون سبحانه رب العظيم ثلاثا تقول واحدة لو آلمها أن تكون سبحانه رب العظيم ثلاثا يكفي واحدة تأتي بالقدر الواجب والترويح حتى لو اختصرتها بمعنى مثلا ما صلت 11 ركعة صلت ثلاثا لها مانع لو فقط اكتفت بقصار السور لا مانع خلص ربها يعلم حالها ويعطيها على نيتها أبا محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الله يزيك الخير أنا عندي سؤال من شقي نعم أنا رجال مقيم بالسعودية وأشتغل وخلال الخسارة بالعمل صار علي ديون من بعض الجماعات عدة أشخاص نعم وكل ما أروح على واحد وقول له يا أخي أنا ما أستطيع سجدك الدين كله بعد أنت عليك لك علي عشر تلاف أمطيك من المجبول سبعة أو لك علي خمسة أمطيك ثلاثة قال ما في مشكلة أعطيني ياهن وهذا ليك أمسامح دين والشؤال الثاني من نفس الشيق هل ترى يجوز لي أروح أأخذ عمره أو حج وأنا علي مديون ديون طيب أيضاً تعريف ملك اليمين والأخ مقداد من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا نحن بديها سألت لمسألة في قضية القروض ليساً السؤال الذي طرح بالبارحة هناك قروض فعطها الدولة الجزائرية في مستثمرة الكلحية على مدة سنوات الضعف الأول سبع سنوات لا يوجد سائدة وبعد سبع سنوات موجود سائدة سألت شيخنا غيوة واضح سبع سنوات في فائدة وبعدين في فائدة وكل ما أول في فائدة ومعلوم أنه فائدة لكن عن السبع سنوات الأولى وبالنسبة لي السؤال الثاني قضية السمسرة لو بد تشرح نتشرح نتشرح سمسرة شيخنا كيف تكون واسأل الله أن تدعو فلسطين وإخواننا في غزة الحيل أنت تعرف إيش اللي صارد فيهم يسأل الله عزيزي يرفع عليهم الضر وأن تحت جميع العرب والمسلمين في ذلك شيخ الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته اللهم آمين اللهم آمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت هؤلاء اليهود وأن يخذلهم وأن يذلهم وأن يهزمهم نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده وأن يرفع الضر عن المسلمين ويكشف البأس عنهم إنه رحيم سبحانه أبو بكر من العراق تفضل شيخ على موضة الإطلاع من ثمر القدم قد نقضى يعني شيخ كالوان أو بالتواصل يعني إذا تصلنا بالكاميرا من المنزل تلتزيون يعني نطر علي نقاش قوي طي وعليكم السلام وبركاته الأخ علي الأخ منصور السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته كيفك يا شيخنا الله يحييك يا أخي الله يسلمك إن شاء الله عندي ثانية أسئلة تفضل سوى الأول بنسبة إذا كان في حديث أو مختلف في صحتها وفي ضعفها وكانت هذه الحديث فيها أجور عظيمة مثل دعاء السوق داو مرضاكم حديث داو مرضاكم بصدقاء وكان الحديث هذه يخطهاها الشيخ الألباني وأنا عملت تصحيح الشيخ الألباني لما فيها من الأجور علما أن هناك علماء يضاعفونها فهل لو عملت بتصحيح مثلا الألباني أو محدد آخر يكون لي فيها أجر في هذا الأحاديث طيب طيب أحاديث 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 منه يعني أحاديث مننا فما أحادي رأي في الموضوع هذا يا شيخ طيب تسمع الجواب إن شاء الله عن فعل ابن عمر وهو راوي حديث الإعفاء اللحية الأخ سعد فضل أهلا السلام عليكم عليكم السلام أحادي بركاته يا شيخ أنا تحددت زوجتي بالطلاق إذا راحت البيت أمها ويرسع ما رحت البيت أمها وتعرف جاية العيد يعني نترجع عن كلامي لكن هل يعني قصدك إذا راحت بدون إذنك ولا قصدك إذا راحت مطلقا لا إذا راحت أهلا هي حصل جعل وقلت إذا رحت بيت أمك طلق طالق يعني بدون إذنك أو مطلقا كذا ما طلقا ولا بيت يعني أجلت إذا راحت بيتم اقتلك طالق طيب وكنت تقصد إن إذا راحت فعلا تصير طالق تقصد الطلاق نعم أي ونعم كنت أسر إذا راحت إن كنت أقلت الله المستعان الله المستعان أخترك يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شك ما مشروعية صلاة التعجد وهل صلى الله عن النبي صلى الله أو الصحابة إيش تقصد صوات الثاني ما تقصد بالتهجد الصلاة التي تصلى اليوم في جمعنا يعني szalate التراويح تقصد صلاة التراويح لا صلاة الهيτ يعني الى آخر الليل نعم نعم يتفعل في رمضان في جمعنا هذا طيب في العشرة النواقر تسمع الجواب عن صلاتي صلى الله عليه وسلم في العشرة وقت سؤال الثاني يعني إذا قمت بداية من اليوم الثاني يعني بعد العيد يعني هل في شيء طيب الأخ عادل من المغرب عادل تفضل يا أخي تفضل يا عادل السلام عليكم أخي عندي وحد ثلاثة بالنسبة للرعين أيوة في المغرب يعني تتعطي يعني الفلوس يعني مكاتبك من ناحة للسكن يعني تتذكر وتتخلص حتى من منخفض طيب يا أخي ما عليش أخي بالنسبة ل لطريقة استئجار في المغرب لو تعود فيها إلى علماء بلدكم أيوة إلى علماء بلدكم لأنني لست على الطلاع بها أنا أعرف أنه فيه في المغرب نعم فيه في المغرب طرق خاصة بالإيجار يعني مثلا يقول مثلا عطينا مثلا الإيجار بألف فيقول عطينا عطينا مئة ألف قرضا ونخلي الإيجار سبعمية وبعدين نرجع لك القرض بعد مدة كذا نعم فيصير عندنا قرض يصير عندنا قرض جرى نفعا وهذا لا يجوز كما أنه يوجد أيضا طرق في التأجير في المغرب أنا لا أحيط بها فأرجو منك أن تسأل العلماء عندكم عنها لأنني لست خبيرا بها نعم وعندي وعلى سؤال آخر بالنسبة يعني كتئم النساء يعني يعني مما أكثر رجال وكتئم النساء يعني يعني فيهم المحارم جارك بالنسبة للخالة ومعهم غير المحارم بالنسبة للفلاس الخالات وش جائز ولا غير جائز أيوة أيوة طيب 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 تفضل يا أخونا من ليبيا نعم أيوة السلام عليكم وعليكم السلام طيب بركاته وحياك الله سلام تفضل يا أخي تفضل يا شيخ أخذني سألتك على الصلاة الترويح أمتى بدأت الصلاة فيها في أيام الرسول والله أيوة طيب طيب تسمع الجو عن بداية صلاة الترويح في أيام هل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم طيب واربعا واربعا وكذا لحظة رح لحظة رح شلون طفتي كيف طفتي يعني ما ما طفت يعني سبع شواط وطفت تابع شواط وخمس شواط وبعدين بعدين خرشت من الحرم وما وبصيت بر يعني ما عارض هنا بص يعني عمر في كل يعني 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 يقول لازم لابد أن ترجعي وتطوفي سبعا كاملة ثم السعي لأنك ما زلت على إحرامك حتى لو يعني 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 يقول لازم تزبح زبي حضر الحرم وتوزع على فقر مكة إيه أقول هذا إذا إذا أتاها زوجها قبل أن تأتي بالعمرة لكن إذا كان ما أتاها أو ليست متزوجة فإنها تذهب وتطوف وتسعى لأنها باقية على إحرامها طيب أنت ما سويتي عمرة بعد هذه ما سويتي عمرة لا ما صوي إذا انتظم بارك الله فيك وتأتي بالسبع أشواط الطواف وسبع أشواط السعي وتقص لي من العمرة هذه العمرة الفاسدة هذه العمرة الأولى هذا الآن تسوي تصحيح ثم تأتي بعمرة من الميقات الميقات ترجعين مثلا إلى الطايف إذا كان أحرمت من ميقات الطايف وتأتينا بعمرة أخرى بدل الفاسدة اللي ما صارت فالآن عندنا تصحيح الأولى الفاسدة تصحيحها بسويها سبعة كاملة طواف سعي ثم تقص من الشعر ثم تذهبين إلى الميقات وتأتينا بعمرة بدل تلك الفاسدة ويذبح دم في مكة يوزع على فقراء الحرم ومعنى أبو عمار تفضل أبو عمار السلام عليكم عليكم السلام الأول عن التراويح شيخ ضابط التطويل من الكسر لأن بعضهم يرى أن جزء طويل وأنه شاك وخلاف الأحاديث وأنه ما ينطبق على أحاديث الفروض وأيضا على النفل فلا يجوز وأن هذا فيه تنفير للناس وأحترنا أنه هل يجوز مثلا الختمة واللي يكون فيه مشاكة واقتدب أضعافهم لازم يوجد فيه ضعيف لابد فيه مريض الضابط في هذه المسألة نحتاج منك تحرير الله يبارك فيك السعال الثانية الله حفظك شيخ ما رأيك شيخ في الآن من يتكلم في منهج حماس وأنه تنتمي للإخوان من عدمه وأنه عنده شركيات أو لا هي أصلا الآن هجوم على مسلمين فلسطين كلهم ما يخص هذا ما يخص طائف الهجوم الآن هناك يسقط مدنيون كثيرون من عامة المسلمين الحرب الآن على عامة المسلمين طيب الأخ مسفر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته كيف حال يا شيخ عشق طيب الله يحييك يا أخي نجي شوال بالأمر بالنسبة ل الحين السنة يضي العمر الرواة تسننها في البيت بالملابس الله يترمك الداخلية هل يجوز أن نلبس صلاة آخر الليل يضي العمر أنا في البيت لا الملابس الداخلية هل يقول نحلي بها أو لا طيب 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 الله يستطيع حياك الله أيها الأخوة والأخوات فاصلوا ثم نعود إليكم إن شاء الله من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد الكشاف في آداب الاعتكاف ما معنى الاعتكاف وما هي شروطه وآدابه ويوضح مسائل اعتكاف الموظف واعتكاف المرأة ويصحح أخطاء بعض المعتكفين كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية الإسلام سؤال وجواب موقعا جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها مع ترجمة لاثنتين عشر لغة عالمية وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب اكسب جهازا من خمسة عشر آيباد ميني وخمسة عشر جالكسي تاب كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة تعلم واربح www.islamqa.info كيف عملهم صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته أقاربه جيرانه المسلمين الجدد الفقراء كبار السن إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد حياكم الله أيها الأخوة والأخوات يقول السؤال ابني فطر عمره 15 سنة لا أعرف ما العمل لا بد من وعظه وتعليمه وهذا ترى متوقع من بعض المراهقين أن يحدث أنه يكون بالغ ولكن لضعف وعظ الله في قلبه فعل ما فعل فعلينا أن نعظه ونأمره بالقضاء والتوبة إلى الله ما حكم الربح من الانترنت عن طريق الضغط على الإعلانات إذا كانت الإعلانات مباحة ممكن تعملها عندك تضعها عندك في موقعك ويكون عليها حساب بقدر الضغطات اللي عليها لكن إذا كانت الإعلانات محرمة وكثير من الحياة ما يمكن تضبط القضية فلا تتورط هل يجوز قراءة القرآن دون تغطية الرأس الجواب نعم المرأة طبعا السؤال من المرأة لا مانع هل الدم الخارج الإنسان يفطر لا لكنه يلفظه إلى الخارج هل الرعاف من نواقض الصيام الجواب لا أجر من سق الماء للناس ممكن يسقيه الله ممكن الله عز وجل يجير من يوم العطش الأكبر أفضل الصدقة سقي الماء هكذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء وأخبر أن كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة فأنت تسوي لك سحابة كبيرة غمامة ظلك رقيقة سميكة كثيفة أنت و جودك لله يقول صلى ركعة واحدة أسلم ماذا نفعل تذكروه تسبح له ليقوم ويأتي بالثانية ويتشهد ويسلم ويسجد لسه ويسلم لأنه زاد التسليم الأول يعني زاد تشهدا وتسليما خطأ فسوى ركعة واحدة فالآن علي أن يضيف ليلة الثانية في صلاة الترويح سلم من ركعة تسبحون ليأتي بالثانية ويسجد السوم هل يجوز أن أصلي قيام الليل سرا نعم ممكن ولكن إذا أسمعت نفسك لكنت تصلي لوحدك وحدك أحسن ما حكم من أجبر على تقديم رشوة للحصول على حق من حقوقي إذا كان فعلا حق من حقوقي فعلا وما في طريق لتحصيله إلا بالرشوة يعني ما ينفع شكوى ولا موعظة ولا ملاحقة ومتابعة ما في فائدة أبدا فإنه فإن الإثم يكون على الآخذ دون المعطي هل يقول السؤال زوجتي لم تنجب هل علي إثم إذا طلقتها وتزوجت بأخرى وما عندي قدرة التعدد طبعا الإثم ليس عليك إثم ويغني الله كل من ساعته لكن يعني لو استطعت أن تؤويها يعني تحسن إليها صحيح وطبعا قد يكون أيضا يعني العلة من أين قد تكون حيال العلة من الرجل ويطلق الزوجة وهي ما لها يعني ما لها ما هي السبب يمكن السبب منه لكن لو فرضنا قال أنا تأكدت السبب منها ما تنجب وما عندي إلا أن أعيل امرأة واحدة نقول خلص أنت تريد خلص وضعت نفسك بين أمرين يعني يا تريد أولاد من زوجة أخرى إذا كتب الله أو تمكث مع هذه فما تستطيع أن تؤوي الأثنتين خلص هذا يعني شيء الآن لو فعلته أفصلا لا تثريب عليك ولا حرج عليك يغنيها الله تعالى من سعته يقول السؤال هل يجوز قراءة آيات متفرقة من القرآن نعم ممكن تقرأ آيات من سورة آيات من سورة ثانية بينهما مثلا الآيات نسيت آية وقرأت الآية التي بعدها ممكن يعني لو الإمام الآن قرأ آية بدأ بالآية التي بعدها ما استطاع يكملها ما تذكر وقيتها خلفه ما يعرفون قفز على الآية التي بعدها أو ذهب إلى آية التي بعدها لا مانع لا مانع من دخل المسجد والإمام في التشاهد الأخير هل يدخل مع الجماعة نعم يقول السؤال صليت الظهر وقمت لأكمل الصلاة فنبه المأمون الإمام فقام لإكمال صلاته إذا اتضح لك أن إمامك لم يكمل صلاةه بعد فأعد الإنضمام إليه الزوج لا يصرف على زوجته بحكم أنها موظفة تعليل باطل تعليل باطل يجب أن ينفق عليها حتى لو كانت موظفة هذا سؤال من المرة الماضية يعني سؤال عجيب يعني تقول دعت على نفسها بالسرطان إذا راحت للعمرة يعني أين العقل وأين الشرع قبل ذلك يعني لو أن لو واحد غضب صار بينه وبين أولادها نقاشات فدعت هل تدعى نفسها بالسرطان إذا راحت العمرة يعني لو قالت والله يعني سفر في الخارج يعني قد تكون أهون لكن العمرة لو واحد يدعى نفسه بالسرطان لو راح عمرة مهما كان غضب ما هذه الألفاظ وما هذه المدافع التي تنطلق بلا حساب بلا رقيب يعني ما في استشعار للرقيب ولا محاسبة للنفس ولا قهر للشيطان ولا حفظ للسان نسأل الله العافية أول شيء التوبة أول شيء ثانيا هي جعل يأتيها السرطان لو حصل كذا هذا ينزل منزلة اليمين هذا ينزل منزلة اليمين هل ينزل هذا هو السؤال الآن هل ينزل منزلة اليمين ف إذا دعت على نفسها دعاء يعني لو دعت على نفسها إذا اعتمرت فعليها التوبة إلى الله ولا ينزل منزلة اليمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير طيب ما هو ملك اليمين ما ملكه الإنسان ملكاً شرعياً من عبد أو أمة له أن يتصرف فيه ويجوز له أن يطع الأمة بعد أن يستبرئها إذا كانت غير متزوجة فقوله ما ملكت أيمانكم من الأرقاء وهذا له مصادر في الإسلام ما هو فوضى واحد يأخذ حراً ويبيعه يأكل ثمن أو واحد لازم فلوس فيبيع بنته لا هذا ما هو ملك يمين ولا الخادم ملك يمين بعض الناس يعتبر الخادم ملك يمين من فسقه وجهله ملك اليمين مصدره الجهاد في سبيل الله وشراؤه من الغير الذي ملكه بطريق شرعي ما هو أحرار أخذوهم نهبوهم أخذوهم أسروهم أحرار من المسلمين أو اشتراها من أبيها الفاسق الفاء المفرط باع ابنته والحرة هذا حرام ولا يصير ملك يمين طيب يقول عليه دين ويريد أن يعتمر له أن يعتمر لكن نفرق بين الدين الحال والمؤجل فنقول الدين الحال الذي جاء وقته أي فلوس تحط للعمرة الدين أولى أي فلوس تحط للحج الدين أولى أما إذا عندك مال للسداد فأدي واذهب أو خذ منه إذنا أن تعيد إليه المال بعد رجوعك طيب إذا كان الدين مؤجلا يعني ما حل وقته بعد فيرى بعض أهل العلم الاستئذان وبعضهم يقول لا يشترض ذلك خرص مدام ما حل الدين اذهب وفيه ناس عندهم وفاء مرجو يعني مثلا أنا أستلف على راتب آخر الشهر يرجى أنه راح يجيني وأسدد من أني أستلف وأستلف وأستلف وأنا أعرف أنه ما عندي لا إيجارات ولا راتب ولا دخل ولا ولا فمن أخذ أموال الناس يريد أتلافها أتلفه الله ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه لا تشغل ذمتك احرص طيب يقول السؤال بالنسبة للتهجد ما هو صلاة الليل مطلقا وقال بعضهم الصلاة بعد رقدة يعني يسبق نوم والله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فإذا ما هو التهجد الصلاة بالليل بعضهم قال بعد نوم بس ما هو شرط بالنسبة لصلاة التراويح سنة مستحبة باتفاق العلماء وهي من قيام الليل وفي الجماعة والمسجد أفضل في رمضان وفي البيت أفضل في غير رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم أول من سنى للمسلمين الاجتماع على صلاة التراويح في المسجد لكن ترك خوفا أن تفرض على أمته ولما زالت تلك الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الدين وكان أبو بكر منشغلا بحرب المرتدين وفي أول خلافة عمر الفتوحات لما هدأت الأمور واستقرت أعاد عمر تلك السنة وجمع الناس على التراويح في المسجد وأوكل أبي بن كعب أن يصلي بهم وهكذا والأخ الذي سأل هل نبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح؟ نعم فقد جاء في البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس في رمضان ثم صلى من القابل فكثر الناس ولما اجتمعوا في الثالثة والرابعة لم يخرج فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان فإذا فعلها أصلى أترك خشية الفرض ومات على ذلك فلما جاء عمر رضي الله عن خرج ليلة في رمضان في المسجد فإذا الناس أوزعوا متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل يعني أفضل وعزمه ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب طيب بالنسبة للإنفاق على الأم يجب على الولد ذكرا أو أنثى أن ينفق على والديه إذا احتاجا وهو غني فإذا كانت موظفة عندها مال عندها تنفق على أمها كذلك الذكور ينفقون فإذا كل يشتركون في النفقة والإعطاء ويقول بعض عنده بعض ما عنده فإذا المقتدر ينفق بالنسبة لحديث ابن عمر مع اللحية قد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقبض على لحيته في حج أو عمره فيقطع ما زاد على الكف فأولا ما كانت أقل من الكف ثانيا هذا ما كان دائما هذا في الحج والعمر عند التحلل ثالثا هذا رأي خاص به رضي الله عنه اجتهاد فالعبرة بما رواه لا بما رآه واجتهاد خاص منه لم يوافقه عليه بقية الصحابة وأكثر العلماء أكثر العلماء على إعفائها وتركها وما دون القبضة لم يبحه أحد ما دون القبضة لم يبحه أحد أيضا حتى لا يحتج بفعل ابن عمر على يجي واحد يسويه عوارض شريط ساحلي ضيق محكوكة أهل اللحية النبوية معروفة طيب أخذ من المكتب دون إذن صاحبي هذا حرام ويجب أن يتحلل منه وأن يعيد إليه يستسمحه ويعيد المال إليه يجب لازم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لما صار عليه ديون صار يفاوض الديانة أنت لك عشرة تأخذ سبعة قال طيب وسامعك في الباقي لا مانع لا مانع ما دام سامحوك وأنت صادق ما هو عندك ما يغطي وتتفاوض وإنت عندك ما يغطي أنت ما عندك فجعلت عندك مبلغ معين أكثر الديون أكثر منه فأنت تفاوض حتى تصل إلى تخفيضات تعطي بعضهم تعطي يعني بعض المبلغ ويسامحك في الباقي لا مانع يقول الدولة تعطي قروض استثمارية على مدى سنوات طويلة أول سبع سنوات ما تأخذ فائدة بعدين تبدأ الفائدة معنى الفائدة موجودة في العقد معناها عقد القرض قد اجتمل على ربا يدفع بعد سبع سنين فإذا كل قرض اجتمل على فائدة ولو بعد مدة لا يجوز طب قد يقول أنا يعني أسدد قبل نقول حتى لو أنت وافقت على قرض محرم وافقت على عقد محرم سيكون فيه فائدة بعد سبع سنوات فاشتراط الفائدة في العقد حرام والرضى به حرام حتى لو كانت بعد وقد يقول أسدد ثم لا يتمكن فماذا يفعل طيب السمسر ما هي التوسط بين البائع والمشتري وهذا يسمى الدلال لأنه يدل المشتري على السلعة ويدل البائع على الثمن ويدل كل من الطرفين على الآخر وقد نص العلماء على جوازها وأخذ الأجرة عليها واشترطوا أن يكون السمسر خبيرا فيما يتوسط فيه يعني مو واحد دخل بالعرض يعني يقول هات سمسرة أنا دليتك ثانيا لا بد أن يكون أمينا صادقا ولا يحاب أحدهما على حساب الآخر ثالثا أن تكون أجرة السمسرة مبلغا مقطوعا محددا أو نسبة مئوية محددة رابعا يجوز للسمسار أن يأخذ من الطرفين إذا اشترط عليهما ورضيا بذلك أو جرى العرف خامسا إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لا يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر لزيادة السعر أو إنقاصه لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة وبعضهم يقول شوف ترى الأرض هذه عندي أرض فلان أنا موكل عليها موكلني عليها عاطيني خمسين ألف أقنعه أن ينقص مليون ما يجوز أنت الآن تشتغل عنده من بغي أن تعمل لمصلحته وتجيب أعلى سعر وهذا المال تأخذ رشوة ما يجوز ثم أنت لك حق أنت إما تكون وظفا عنده فتأخذ راتبا أو لك نسبة وما حصل فيه اختلاف يرجع فيه إلى العرف فالعرف مثلا يقول 2.5% خلاص العرف يقول السمسرة على المشتري وليست على الباعة خلاص يمضي العرف الذي لا يعارض الشرع عند الاختلاف زكاة الفطر مال ولا طعام هي بالطعام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صعام من طعام وحيانا ترى الناس ما يستطيعوا يدبروا أقوات في حالات الحروب والكوارث تظهر فائدة زكاة الفطر أقوات قوت قوت الناس تدور قوت وإلا تموت وأما الفلوس لها مصدر الصدقات زكاة المال زكاة العملات الورقية لها مصدر العملات الورقية نجينا على الثلاثة كيلو هذه لا نريد أن نطلعها عشر ريال لا ليش يا أخي عندك الأوراق النقدية مصدرها لها مصدر الزكاة الفلوس تجي من صدقات من زكاة النقد من زكاة المال أحاديث مختلف في صحتها كدعاء السوق ومرضة داو مرضاكم بالصدقة وعملت بناء على تصحيح عالم نقول لا مانع بشرط طبعا أن تكون هذه عبادة ليست مبتدعة يعني مشروعة صلاة صدقة وبعدين مسألة سهلة ترى يعني بمعنى بمعنى أنه هي فيها أجر ممكن ما يكون المنصوص عليه في الحديث اللي ما ثبت لكن فيها أجر فما إذا يضرك اعمل الحمد لله طيب هددها بالطلاق مطلقا وأقصد إيقاع الطلاق بالعموم خلص ما لا حل أنت الآن جنيت على نفسك وعليها جنيت على نفسك وعليها باستعجالك هذا وهي ممكن اشتركت نرفزتك ولذاك هذه ما لا حل إذا راحت ستقع طلقة ما فيها مجال أنت تكون نويت الطلاق وبإطلاق بإذني بدون إذني نويت الطلاق بإطلاق خلص إيش ماذا أبقيت طيب إذا ويصوم ست شوال من اثنين شوال مباشرة لا مانع مجلس فيه نساء محارم وغير محارم إذا غير المحارم لسنا محجبات ما يجوز لأنه أنت الآن خلاص صار كاشفات أمامك وإذا صار أيضا فيه ضحك وفيه ضحك ومن نساء أجنبيات ففتنة طيب يقول يعني الناس شوف الإمام كيف يكونوا حكيما يراعي أحوال المأمومين وليس هوى واحد يجي هوى واحد يقول أنا مستعجل قصر الصلاة كلهم على شاني خذها كلها قلوا الله واحد لا الإمام هو يزن الأمور يعرف أحوال المأمومين ويجرب يتحملوا هذا ما يتحملوا هذا يتحملوا ويحث لهم حتى يتحملوا الناس ترى إذا ما حثيتهم ما بينت لهم يا أيها الإمام والأجر والفضل ممكن يملوا أيضا ويهربوا الصلاة بالملابس الداخلية إذا كانت ساترة أما إذا شفافة أو علاقي ما يستر الكتفين لا شفافة يبين لون الجلد لا نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وصلى الله على نبينا محمد أستوديعكم الله المسابقة القرآنية اليومية سؤال الجزء الثاني والعشرين من المسابقة القرآنية اليومية التفكر الفردي أو الثنائي بتجرد ودون تعصب يؤدي إلى معرفة الحق أين تجد هذا المعنى في القرآن الكريم والإجابة الصحيحة قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد طريقة المشاركة في المسابقة قم بتحميل تطبيق هدى وبينات مجانا والمتوفر على نظامي أبل وأندرويد وأجب عن سؤال المسابقة يعلنوا اسم الفائز بالجائزة اليومية بما شئت الله تعالى في حلقة اليوم التالي جائزة المسابقة اليومية الفريال سعودي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اشتركوا في القناة